معالج من الشركة يعمل على أقوى وأضعف الأجهزة هذا الذي قمت بأبل، فماذا سالفت معالج M1؟ وأيضاً، هواوي تركت المجال لغيرها من الشركات أنهم يبيعوا ويعلنوا عن أجهزة كثيرة كيف حصل هذا الأمر؟ غصباً عن هواوي أم لا؟ وبالتأكيد، سأتحدث عن عالم التقنية وأجهزة كثيرة بيتم طرحها في الفترة القادمة أراكم وبسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وهو حلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم هذه الحلقة مختلفة لأنه سأطلع بالأخبار المعتادة نعم ولكن أيضاً، هناك حقائق لازم نعيها ونفهمها من ناحية عالم التقنية وبالفعل استوعبناها آخر كم سبوع بالذات مع إحصائات جديدة جدتنا من حول العالم وبالتأكيد، مؤتمرها بالأخير ولكن أولاً، أخبار وأبدأ بسامسونج وكونهم صاروا رقم اثنين في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية عدد بيع الأجهزة ونتحدث عن الربع الثالث من عام 2020 بالتأكيد، الجائحة سببت ربكة في عالم الجوالات وبالتالي، أجهزة تأخرت عن وقتها المعتاد بالإطلاق وهناك شركات تكثفت إنتاجها لبعض الأجهزة سامسونج كانت أحد الرابحين في هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية ولا ننسى أن الآيفون الجديد تأخر فكان عزوف الناس عن شراء آيفونات جديدة لأنها لم تنزلت فأتجهوا لشركة ثانية وبالتالي، صارت في المركز الثاني سامسونج من عدد بيع الأجهزة ولكن تعرفوا الشركة الثالثة في عدد بيع الأجهزة في الولايات المتحدة الأمريكية من؟ شركة إلا أن تأتي أجهزتها في الوطن العربي وأيضاً، التركيز ليس عالي من نفس الشركة لدينا نتحدث عن LG، تخيلوا؟ وأكمل مع سامسونج وتحديث رائق جاء بالواجهة لهم، وهي One UI والنسخة الثالثة المفترض خلال الأيام القادمة تبدأ توصل التحديثات لعدد محدد من الأجهزة نتحدث عن S10 السلسلة كاملة نتحدث عن Note 10 السلسلة كاملة وبالتأكيد، نتحدث عن Flip نسخة 5G والفولد بنسخة الثانية يحصلوا على الواجهة التشغيلية من المتوقع أنه لا يكون هناك تأخير كبير ما بين اللسخة العربية والنسخة الإنجليزية العالمية وأيضاً خلال الأسابيع القادمة يتم الإعلان عن أجهزة أخرى تحصل على One UI الجديد والذي يأتي باختصارات رائقة من سامسونج لنفس الواجهة التشغيلية وأيضاً تبني أكثر الشاشات التي تنطوي بالعرض أو بالطول شركات أكثر وأكثر تستغل الوضع الذي يحدث في هواوي نتحدث عن One Plus الذي يصدر جهازهم الجديد أبكر من المتوقع نتحدث عن One Plus 9 يمكن أن يأتي في نهاية شهر مارچ لعام 2021 وأيضاً الأشياء التي توجد بعض المستخدمين مع التحديث الأخير ويواجهت نظام الأكسجين مع واجهته لأنه يأتي بأمور غريبة المهم، الأكسجين OS المفروض الذي يأتي على One Plus يوجد بعض المشاكل واجهت بعض المستخدمين من ناحية محي وإزالة كل بياناتهم مع التحديث وهي يحدث عن OTA، وهي هو Over the Air Update وهي يحدث عن طول بدون أن تشبك كيابل أو شيء يحمل التحديث وتأممه وان بلس وعت بهذا الأمر وننصح جميع من ناحية المستخدمين بأنهم يعملون نسخة احتياطية قبل أن يحدثوا One Plus 8 لنفس النسخة الأخيرة من نظامهم وأنا أريد أن أوضح شيئاً أوكسجين OS هو نظام التشغيل الموجود من One Plus ويعتمد على أندرويد والأشياء وللعالم كله هو أوكسجين OS وفي الصين لا اسمه أوكسجين، في الصين اسمه هايدروجين OS هايدروجين OS هو نظام One Plus نظام التشغيل هواوي هارميني OS بنسخة البيتا التجريبية يمكن أن يتم الإعلان عنها رسمياً في شهر ديسمبر القادم ويوم 18 بالتحديد المفروض أن هواوي يعملون أكثر على نظامهم الخاص والذي من خلال بناية النظام سيطيعون نفسهم الاعتماد أكثر على خدماتهم بعدم الاعتماد على خدمات جوجل وبالتالي، استمرارية وطريق للأمام رئيسهم التنفيذ الأساسي يوم تحدث عن رجعتنا في عام 2021-2022 وهذه هي الرجعة التي نتحدث عنها ويجهزها في عام 2021 بشكل كبير المهم، النظام التجريبي سيكون متاح للمطورين ومع الإتاح للمطورين مع مجموعة محددة من الأجهزة الميت 40 بسلسلتها، الميت 30 بسلسلتها، وبعض المستخدمين الآخرين نتمنى لهم التوفيق وأيضاً، لا ننكر أن الجهاز الجديد هو الميت 40 برو عندما عملت المراجعة، الجهاز قوي بشكل طبيعي فالربكة التي حصلت لهواوي بالنظام التشغيلي بالتأكيد عرقلت مسيرتهم للأمام وأنهم يصيروا من أقوى الشركات في العالم ويأكلوا الجميع فما زالت المنافسة موجودة وأتمنى التفاعل يكون مستمر وكل شيء يرجع رائق لهواوي وغيرهم من الشركات أعطيكم كم ثانية مع الصورة التالية هذه الصورة لجهازين قادمة قريباً من شاومي فأنا نعلم الأجهزة تماماً سأقول لكم أن هذه الأجهزة هي أجهزة المي إلفند والمي إلفند برو ولو لاحظتم أن أول ما تعطوهم لمحة بسيطة ستلاحظوا الأسلوب الذي حصل مع نفس الـ S20 والـ S20 بلس مسألة شاشة كيف؟ المهم أن هذه الأجهزة الجديدة من شاومي شاومي بالفعل ينفس بشكل قوي الصانع الصيني يستمر في إطلاق الأجهزة وهذا جهازه القادم المتوقع يتم الإعلان عنه رسمياً في يناير سبق وقلتها الخبر وأكد أن هذا استغلال جداً إيجابي لأن الشركات تقدم أجهزتها وإعادة تخطيط عام 2021 قائم على تبعات فواوي وتبعات الجائحة وتبعات الكثير من الإطلاقات أجل سنة واحدة أبل تطلع بخمس جوالات لماذا يوجد وضع وحركة جداً كبيرة في عالم الجوالات؟ هي تصحيحية لا أظن، ولكن إعادة نهج في عالم الجوالات نأتي إلى واحد من أكبر الأحداث التي حصلت في عالم التقنية ونتحدث عن مؤتمر أبل في تاريخ 10 نوفمبر لماذا أحد من أكبر الأحداث؟ ليس بسبب أنهم أعلنوا عن ثلاث أجهزة جديدة دعونا أخلص الكلام عنهم وأقول أنهم أعلنوا عن ثلاث أجهزة نتحدث عن ماك ميني، نتحدث عن ماك بوك برو، نتحدث عن نسخة 13 إنش من ماك بوك برو وأيضاً نتحدث عن ماك بوك إير هذه الثلاث أجهزة تأخذ نفس المعالج وهنا الشيء الذي أتحدث عنه بأنه مؤتمر مرة مهم أبل أعادت تشكيل قطاع اللابتوبات والأجهزة الكمبيوتر بمنظور أبل من جديد في عالم التقنية كيف؟ M1 يتم الاستناد عليها في كل الثلاث أجهزة التي ذكرتهم هذا أمر غير معتاد في عالم الكمبيوترات في العادة يكون فيها i5، i3، i7، ونعرف أن كلما زاد هذا الرقم، كلما تحسن الأداء وبالتالي، نعرف أن صانع الجهاز سيعتمد على هذه المعالج لإعطاء أفضل تجربة عندما نرى ماك ميني ونقول ماك ميني بمعالج i3، سيقوم بأمور عادي عندما نرى ماك بوك اير وبمعالج i5، سيقوم بأمور عادي عندما نرى ماك بوك برو بمعالج i3، سيقوم بأنه صعبة، ويجب أن يكون ماك بوك برو بمعالج i7، بالضبط فهذا الأمر الذي تعودنا عليه في مجال الكمبيوترات الآن أبل تطبق نفس المنهجية لجوالات والساعات والآيبادات بحيث أن المعالج يخدم قطاع كامل من الأجهزة فنعرف أن الآيفون 12 من الميني إلى أكبرهم الماكس برو ستجدوا أن كلهم معالجهم A14 بيونيك تجدوا تجدوا الآيبادات الجديدة نفس المعالج تجدوا تجدوا أقل آيباد معالج أقل بشوي ولكن من العام الماضي فالعام هذا اعتمد بشكل كبير على A14 بيونيك إلا SE بنسخة الثانية طلع بمعالج العام الماضي ويعتبر شيء مرة قوي على SE وذكرنا هذا الأمر في المراجعة فأبل تقنياً أعادوا وطيرة الأمور ونوعاً ما فيها تصحيح وإجحاف الإجحاف بحكم أن هناك شركات تحاول تعطي أقوى أنواع المعالجات على الكمبيوترات ونعرف أن كل سنة يصبح منافسة ما بين انتل و اي ام دي كل واحد يحاول يعطينا أكثر أنوية أكثر خطوط على نفس المعالج أكثر قدرات وكل واحد يعطينا بوكي وبحر من القدرات التي يمكنها هذا المعالج وبالتالي صانع الجهاز يأخذ المعالج ويحاول يضبط عليه أفضل لابتوب أو أقل لابتوب احتياجاً له هذه الإمكانيات والباقة فصانع الجهاز يختار اللي يبيه من هذه الباقة وبالتالي يطلع بكمبيوتر رخيص او غالي قدرات متوسطة مبدئية او قدرات خارقة فأخذوا المعالجات وتمموها على هذا الأمر أبل يوم جاءت تسوي الـ M1 كان في بالها أنا أبغى أسوي معالج يخدم ثلاث أجهزة يخدم الماك ميني يخدم الماكبوك اير النسخة الجديدة ويخدم الماكبوك برو بـ 13 إنس نسخة 13 إنش فهذه الثلاث أجهزة نبني لهم معالج وهذا الشيء الذي يحدث ومسألة قدرة المعالجات تذهب إلى المعالجات والطاقة في كل معالج أعطي المعالج طاقة أكثر سيعطيك أداء أعلى برده أكثر سيعطيك أداء أعلى وهذا الأمر نرى مع معالجات إنتل نفس الوضع يحدث مع أقل طاقة سيعطيك إلى هذا العمل متزن وكويس بما أن أبل صنعت السوفتور والهاردوير تتحكم بمقدار الطاقة ومقدار البرمجيات التي تتاح للبرمجة في هذا المعالج فهذا حافظوا على أداءه ثابت ستابلتي تكون جداً كويسة وتوازن جداً ممتاز في هذا المعالج بالفعل ربكوا السوق بشكل كبير أنا الذي صدمني في مؤتمرهم أنهم يظهروا جهازه برو بنفس معالج الميني ولكن قد رأينا جهاز ماكبوك ميني يظهر بمعالج i3 ويظهر بمعالج i3 على الماكبوك برو 13 إنش هذا الأمر الحسن الذي قمت بها أبل وعيادة تصحيح فيمكن أن شركات كبيرة تبدأ تعزف أكثر وأكثر عن أمر صناعة بوكي ضخم من المعالجات وبوكي أضخم من القدرات لكل واحد من هذه المعالجات مايكروسوفت يكون عندهم بمعالجات أجهزتهم معالجات مايكروسوفت بدل أن تكون انتل لأنه أيضاً نرى معالجات اكسنس من سامسونج نرى معالجات كيرن من هواوي معالجات أخرى من صناع آخرين ميديا تيك وغيرهم مع أجهزتهم وبعضهم يتيحوا هذه المعالجات للكل وهذا قطاع الجوالات ويمكن هذا الأمر يحدث أيضاً في قطاع الكمبيوترات لأنه أصلاً صاير في الكمبيوترات من سنوات هو بلاي ستيشن الجديد ومعالجه اي ام دي ولكن مصمم خصيصاً لبلاي ستيشن ليس نفس الشيء صاير على أكس بوكس؟ إذن المعادلة تصحيحية جداً كبيرة واحد من أهم المؤتمرات التي صارت فكراً وتطبيقاً هو المؤتمر الأخير الذي صارت لأبل بمسألة قطاع الكمبيوترات وليس أنه أهم شيء في الوجود فيه بس من ناحية الكمبيوترات وتقنياً مرة أعجبني هذا الأمر نهاية الفيديو والفيديو الآن سأقول لكم أن تجربة الماكبوك اير بالتحديد الذي سيكون بمعالج M1 وثمن أنوية للسي بيو وثمن أنوية للجي بيو ويوجد صمت جداً كبير وما في تبريد مراوح على المعالج وهذا المعالج قادر على كفاءة 2 تيرابايت من الساعات التخزينية ونقل البيانات منها وإليها يجب أن نفعل التجربة ويجب أن نفعل تحدي كبير مع الباكبوك برو ونرى مستقبل ما سيكون لهذه الأجهزة نهاية الفيديو والفيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أراكم على خير وأبي تعليقاتكم وأبي كثير أقرى تعليقات عن نفس الموضوع الذي تحدث من ناحية هواوي وناحية أبل في نفس وصف الحلقة وأيضاً في صندوق التعليقات أراكم على خير بذن الله اشتركوا في القناة